الرحمن الرحيم الفلام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد رابعا لا يعجبك ما يقوم به بعض الكفار من أعمال خيرية في حياتهم وانظر إلى خاتمتهم فإن ماتوا على الإسلام نفعتهم أعمالهم وإن ماتوا على الشرك فلن يستفيدوا منها شيئا وذلك لأن الشرك محبط للأعمال وذلك في الآية الثامنة عشرة خامسا قال تعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا ينبغي للعبد أن يعتني بالتاريخ حيث فيه الكثير من العبر والعظات من إنعام الله تعالى على الأمم وانتقامه من أمم أخرى وقد قال علي رضي الله عنه استدل بما كان على ما لم يكن فإن الأمور اشتباه سورة الحجر السورة مكية عدد آياتها تسعة وتسعون آية اسم السورة المباركة الحجر مناسبة التسمية سميت هذه السورة بصورة الحجر لأن الحجر يحفظ ما بداخله ومعظم السورة تتحدث عن حفظ الله لدينه ومخلوقاته والحجر في السورة هي ديار ثمود ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بذكر القرآن الكريم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين وختمت بالأمر بالثبات على العبادة حتى الموت واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وذلك لأن أعظم وسائل حفظ العبد وثباته على العبادة هو القرآن المحور الرئيسي للسورة حفظ الله لدينه مواضيع السورة المباركة المتأمل في هذه السورة المباركة يجد أن أولها وأوسطها وآخرها تتحدث عن الحفظ أولا حفظ الله لكتابه إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ثانيا حفظ الله للسماوات ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم ثالثا حفظ الأرزاق في الخزائن وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم رابعا حفظ ماء المطر في الأرض وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا كموه وما أنتم له بخازنين خامسا حفظ الله لآدم وذريته قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين سادسا حفظ الله لإبراهيم والابن أخيه عليهم السلام لما نجاهم وأهلك قومهم سابعا حفظ الله لشعيب وصالح عليهم السلام لما نجاهم وأهلك قومهم ثامنا حفظ الله لرسوله صلى الله عليه وسلم إنا كفيناك المستهزئين فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا كثرة الانشغال بالنزهات والخروج والترفيه وغيرها سبب كبير في انشغال العبد عن العمل الصالح الآية الثالثة ثانيا من علم أن الله تعالى قسم الأرزاق وقدر لكل عبد نصيبة لم يحزن على ما فاته وكان هذا سببا في رضاه بالقدر الآية الحادية والعشرون ثالثا ليس لإبليس تسلط على الإنسان إلا من فتح له الباب وسمح له بذلك وذلك في الآية الثانية والأربعين رابعا الصلاة والتسبيح من أعظم الأسباب التي تدفع الضيق والهم من القلب وذلك في الآية السابعة والتسعين والثامنة والتسعين خامسا قال ابن عباس رضي الله عنهما ما خلق الله وما ذرأ وما برأ نفسا أكرم عليه من محمد صلى الله عليه وسلم وما سمعت الله أقسم بحياة أحد غيره قال تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون سورة النحل السورة مكية عدد آياتها مئة وثمانية وعشرون آية أسماء السورة المباركة النحل والنعم مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة النحل لأن النحل من مخلوقات الله العجيبة استودعها أسرارا وأخرج منها لعباده نعما متعددة العسل وحبوب اللقاح فناسب المعنى العام للسورة وهو تعداد النعم سميت كذلك بسورة النعم لكثرة ما عدد الله فيها من نعمه على خلقه موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بأمر الله عز وجل رسله بإنذار الناس قال تعالى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وختمت أيضا ببيان طريقة الإنذار أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وبدأت بالأمر بالتقوى ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون وختمت ببيان عاقبة التقوى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وذلك من أكبر النعم على الخلق أن يكون الله في معيتهم إذا اتقوه المحور الرئيسي للسورة هو إثبات ألوهية وربوبية الله بتعداد نعمه على خلقه مواضيع السورة المباركة أولاً بيان نعم الله تعالى على خلقه في الدنيا والآخرة وعلى رأسها الوحي ليقابلها الخلق بالقبول والشكر ثانياً تفصيل بعض هذه النعم ليشعر ويعلم الخلق أن الله قريب منهم لطيف بهم يبدأهم بالتودد وذلك في الآية الرابعة والسادسة عشر والخامسة والستين والثانية والسبعين والثامنة والسبعين والحادية والثمانين ثالثاً بيان علة عدم إيمان الذين لا يؤمنون بالآخرة وهي الجحود وذلك في الآية الثانية والعشرين والاستكبار وهو كذلك في الآية الثانية والعشرين رابعا بيان جملة من الأحكام الشرعية المتعلقة بالهجرة والجهاد والأمر بالعدل والإحسان والنهي عن الفحشاء والمنكر وعدم إخلاف العهد خامسا بيان تنوع أحوال الناس في كفر النعم وذلك في الآية الثامنة والخمسين والثالثة والسبعين والمئة وواحد والمئة وثلاثة والآية الثالثة والخمسين والآية الرابعة والخمسين سادسا عرض نموذج للشاكرين وهو إبراهيم عليه السلام وكيف كان أمة وحده فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا ذكر الله تعالى شكر إبراهيم عليه السلام وذكر الجزاء منه سبحانه شاكرا لأنعمه والجزاء اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم ثانيا أمر الله تعالى بالعدل وأعقبه بالإحسان وهذه قاعدة مقررة ومكررة كثيرا في القرآن ثالثا لما كان الناس متفاوتين في الأرزاق والعطاءات في الدنيا أمر الله بالشكر لمن وسع عليه وأمر بالصبر لمن قدر عليه ووعده بأن يرزقه طيب النفس وذلك في الآية السابعة والتسعين رابعا ونذكر هنا حفصة بنت سيرين رحمها الله لما مات ابن لها وكان بارا بها جدا حزنت عليه ووجدت في قلبها ثم لما جن الليل قامت تصلي وافتتحت بصورة النحل فلما وصلت لقوله تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزي أن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون تسلت ولم تحزن وذهب الذي كان بقلبها رابعا أمر الله تعالى النحل اتخذي كلي أسلكي فلما نفذت الأوامر أخرج الله من بطونها العسل وهنا توجيه من الله لعباده أن يتبعوا أوامره وينفذوها حتى يخرج للمجتمع الخير النافع والبركة خامسا قال تعالى وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون تأمل كمال طاعتها وحسن اتمارها لأمر ربها فلا يرى النحل في بيت غير هذه الثلاثة بل وتأمل كيف أن أكثر بيوتها في الجبال ثم الأشجار ثم حيث يعرشون على نفس ترتيب الآية الكريمة سادسا وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم هذه معاملة الله للعبد وقال تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وهذه معاملة العبد لله فتأمل الفرق بينهما أعاننا الله وإياكم على شكره كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه سورة الإسراء السورة مكية عدد آياتها مئة وإحدى عشر آية أسماء السورة المباركة الإسراء وبني إسرائيل مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة الإسراء لأنه جاء في مطلعها ذكر حادثة الإسراء التي هي من المعجزات الباهرات التي خص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم وفيها انتقال الكتاب والرسالة من بني إسرائيل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك سميت السورة بسورة بني إسرائيل لأنها ذكرت أحوال بني إسرائيل وبينت فسادهم في الأرض مما جاء في فضلها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ بني إسرائيل والزمر رواه أحمد وهو في صحيح الجامع موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة بذكر القرآن الكريم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وختمت أيضا بذكر القرآن الكريم وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وذلك تأكيدا على أهمية القرآن وبيان مكانته ومنزلته المحور الرئيسي للصورة هو بيان قيمة القرآن الكريم مواضيع الصورة المباركة أولا انتقال الكتاب والرسالة من بني إسرائيل إلى الأمة الجديدة وهم العرب وذلك نجده في الآية الثانية والآية الثالثة ثانيا تفريط بني إسرائيل في كتابهم وذلك نجده في الآية الرابعة ثالثا وصول القرآن إلى أمة محمد صلى الله عليه وسلم وذلك نجده في الآية التاسعة رابعا أوامر القرآن الكريم كلها موافقة للفطرة البشرية مثل بر الوالدين والإحسان للأرحام واليتامى والنهي عن التبذير والبخل وتحريم قتل الأولاد وقتل النفس بغير حق وتحريم الزنا وحرمة أموال الناس خاصة اليتامى والوفاء بالعهد والقسط في الكيل والميزان والتواضع وذلك نجده في الآيات من الآية الثالثة والعشرين إلى الآية الثامنة والثلاثين خامسا بيان قيمة القرآن الكريم وذلك نجده في الآيات الخامسة والأربعين والثامنة والخمسين والآية الستين والثالثة والسبعين والثامنة والسبعين والتاسعة والسبعين سادسا القرآن شفاء ورحمة وذلك نجده في الآية الثانية والثمانين سابعا عظمة وجلال القرآن وذلك نجده في الآية الثامنة والثمانين والتاسعة والثمانين ثامنا دور القرآن الكريم وذلك نجده في الآية المائة وخمسة والآية المائة وستة تاسعا دعوة للإيمان بالقرآن وعدم التفريط فيه كما فرطت الأمم السابقة في كتبها وذلك نجده في الآية المائة وسبعة والآية المائة وثمانية والآية المائة وتسعة ثوائد ولطائف حول الصورة المباركة أولا تقرير قاعدة الجزاء من جنس العمل وذلك نجده في الآية السابعة ثانيا بدأ الله أوامره في هذه الصورة بالتوحيد وختمها بالتوحيد وذلك لبيان أن العقيدة لا تنفك عن العمل وذلك نجده في الآية الثانية والعشرين إلى الآية التاسعة والثلاثين ثالثا خير الأمور القصد وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم وأسألك القصد في الفقر والغنى وذلك نجده في الآية التاسعة والعشرين رابعا عداوة إبليس لبني آدم قديمة وله جنود خيالة وجنود على الأرض وله أسلحة وذلك نجده في الآية الثانية والستين والآية الرابعة والستين خامسا اجتماع بني إسرائيل في مكان واحد قرب قيام الساعة لتسهيل القضاء عليهم وذلك نجده في الآية المائة وأربعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحكي عن فتنة المسيح الدجال ثم يسلط الله المسلمين عليه فيقتلونه ويقتلون شيعته حتى إن اليهودي لا يختبئ تحت شجرة أو حجر فيقول الحجر أو الشجرة للمسلم هذا يهودي تحتي فاقتله رواه أحمد وأصله في الصحيحين سورة الكهف السورة مكية عدد آياتها مئة وعشر آيات أسماء السورة المباركة الكهف أهل الكهف أصحاب الكهف مناسبة التسمية لما ذكرت السورة المباركة أنواع الفتن التي قد يتعرض العبد إليها في حياته وهي فتنة المال والسلطة والعلم والدين فسميت السورة بأصحاب الكهف لأنهم تعرضوا لأعظم فتنة وهي فتنة الدين مما جاء في فضلها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ سورة الكهف كما نزلت كانت له نورا يوم القيامة من مقامه إلى مكة رواه النسائي وهو في السلسلة الصحيحة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ عشر آيات من أول سورة الكهف عصم من فتنة الدجال رواه مسلم موافقة أول السورة لآخرها بدأت بذكر القرآن الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء وختمت بذكر القرآن قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ولما كانت السورة تحكي عن الفتن فناسب أن تبدأ وتختم بالقرآن لأنه هو العاصم من الفتن كلها المحور الرئيسي للسورة هو العصمة من الفتن مواضيع السورة المباركة أولاً فتنة الدين وذلك نجده في قصة الفتية الذين هربوا بدينهم من الملك الظالم إلى الكهف وذلك موجود في الآية التاسعة إلى الآية الرابعة والعشرين ثانياً العصمة من فتنة الدين وذلك بالصحبة الصالحة وتذكر الآخرة وتلاوة القرآن وتدبره وذلك نجده في الآيات السابعة والعشرين والثامنة والعشرين والتاسعة والعشرين ثالثاً فتنة المال وذلك موجود في قصة صاحب الجنتين وهو في الآيات من الثانية والثلاثين إلى الرابعة والأربعين رابعاً العصمة من فتنة المال وذلك بفهم حقيقة الدنيا والانشغال بالآخرة وهو موجود في الآية الخامسة والأربعين والآية السادسة والأربعين خامساً فتنة العلم ومثاله قصة موسى مع الخضر عليهم السلام وهو موجود في الآية الستين إلى الآية الثانية والثمانين سادساً العصمة من فتنة العلم وذلك بالتواضع وعدم الغرور بالعلم وهو موجود في الآية التاسعة والستين سابعاً فتنة السلطة وهو موجود في قصة ذي القرنين رحمه الله وذلك موجود في الآية الثالثة والثمانين إلى الآية التاسعة والثمانين ثامناً العصمة من فتنة السلطة وذلك بالإخلاص لله في العمل وتذكر الآخرة وهو موجود في الآية المائة والثلاثة والآية المائة وأربعة ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولاً المحرك الأساسي والرئيسي لكل فتنة وشر على الأرض هو إبليس بسبب عداوته القديمة لبني آدم وهو موجود في الآية الخمسين ثانياً الدعوة إلى الله تعالى ذكرت في السورة المباركة بجميع مستوياتها فتية يدعون ملك القرية صاحب يدعو صاحبه معلم يدعو تلميذة ملك يدعو رعيته ثالثاً لم يذكر الله تعالى في السورة أسماء الفتية لكنه خلد عملهم وذلك لأن قيمة الإنسان في عمله وليس في اسمه أو شكله أو نسبه رابعاً قال تعالى وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن عتاب لطيف عجيب من الله تعالى لنا هو أني عاديت إبليس إذ لم يسجد لأبيكم آدم فكانت معاداتي لأجلكم ثم كان عاقبة هذه المعاداة أنعقدتم بينكم وبينه عقد المصالحة خامساً قال تعالى حتى إذا ساوى بين الصدفين قال انفخوا إلى قوله وما استطاعوا له نقبا قال القرطبي في الآية دليل على اتخاذ السجون وحبس أهل الفساد فيها سادساً اتخاذ المساجد على القبور والصلاة فيها والبناء عليها ممنوع لا يجوز والأدلة على ذلك كثيرة عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرت كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجداً وصوروا تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله تعالى يوم القيامة رواه مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قالت عائشة وابن عباس يحذر ما صنعوا رواه البخاري ومسلم سورة مريم عليها السلام السورة مكية عدد آياتها ثمانية وتسعون آية أسماء السورة المباركة سورة مريم سورة كاف هايا عين صاد مناسبة التسمية سميت السورة بسورة مريم للتنويه بفضل مريم عليها السلام لأنها أفضل نساء العالمين كما في الحديث فاطمة سيدة نساء أهل الجنة إلا ما كان من مريم بنت عمران رواه أحمد وهو في صحيح الجامع وسميت بكاف هايا عين صاد لأن الله تعالى افتتح السورة بها موافقة أول السورة لآخرها لما كان للدعاء معنيان دعاء بمعنى العبادة وهو الإيمان والعمل الصالح ودعاء بمعنى الطلب هو أن تسأل الله حاجتك فقد بدأت السورة بذكر دعاء الطلب ولم أكن بدعائك رب شقيا وختمت بذكر دعاء العبادة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودى وذلك لبيان أهمية الدين في حياة العبد وحاجة العباد إليه جيلا بعد جيل المحور الرئيسي للصورة أهمية توريث الدين للذرية مواضيع الصورة المباركة أولا ذكرت الصورة المباركة النموذج الأول لتوريث الدين متمثلا في زكريا عليه السلام لما طلب من الله الولد لا ليتمتع به أو يعينه في كبره بل ليحمل هم الدين وذلك نجده في الآيات من الثانية إلى الخامسة عشرة ثانيا ذكرت الصورة النموذج الثاني متمثلا في مريم بنت عمران عليها السلام التي كانت هبة من الله لأمها امرأة عمران قبل ذلك لما نذرتها لله وأن تكون خادمة لدينه فلما حملت مريم عليها السلام أخرج الله من بطنها نبيا مباركا هو عيسى عليه السلام وذلك نجده في الآية السادسة عشر إلى الآية الرابعة والثلاثين ثالثا ذكرت الصورة نموذجا مخالفا لما سبق متمثلا في والد لا يورث ولده الدين بل يصد دعوة ولده إذا دعاه للحق وذلك موجود في قصة إبراهيم عليه السلام مع أبيه فأخلف الله عليه وعوضه خيرا أن جعل من نسله أنبياء مكرمين وهم إسحاق ويعقوب عليهم السلام وذلك موجود في الآيات الواحدة والأربعين إلى الآية الخمسين رابعا ذكرت الصورة المباركة حرص الأنبياء عليهم السلام على توريث الدين والوصاية به لكل من حولهم مثال ذلك موسى مع أخيه هارون عليهم السلام خامسا وتذكر الصورة الذلية الصالحة التي تتوارث الدين والرسالة جيلا بعد جيل وذلك موجود في الآية الثامنة والخمسين سادسا ذكرت الصورة المباركة تنزيه الله عن الولد وعن حاجته له لأنه خالق السماوات والأرض والكون وكيف تصدع الكون كله والطرب لهذه الدعوة الباطلة ثوائد ولطائف حول الصورة المباركة أولا مع أن إبراهيم عليه السلام خوف أباه من عذاب الله وحذره من اتباع الشيطان إلا أنه لم يناده إلا يا أبتي ولم يذكر من أسماء الله إلا الرحمن وذلك تلطفا معه وتحبيبا له في اتباع الحق ثانيا ما ابتلي أحد بالشهوات والإنغماس فيها إلا بتضيع صلاته وتفريطه فيها وذلك موجود في الآية التاسعة والخمسين ثالثا الثبات على الإيمان والمداومة على العمل الصالح سبب محبة الله للعبد ولوضع القبول له في الأرض ومحبة الناس له وذلك موجود في الآية السادسة والتسعين رابعا قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا اختلف العلماء في معنى الورود على أقوال الأول المراد به الدخول ولكن الله يصرف أذى النار عن المؤمنين الثاني المراد به الجواز على الصراط لأنه جسر منصوب على النار الثالث المراد به الإشراف على النار والقرب منها الرابع أن الذي سيدخلها هم الكفار فقط ولكن ورود المؤمنين هو حظهم من حر الحمى في الدنيا لأنها من فيح جهنم نسأل الله السلامة خامسا الدعاء هو العبادة حديث صحيح لما قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا قال تعالى فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إلى آخر الآية سادسا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا لا يزال أهل الكفر والباطل يقابلون الحجج والآيات بما هم عليه في الدنيا ويفرحون بحالهم المتقدمة فيها وذلك لأنهم لا يؤمنون بالآخرة والآخرة خير وأبقى لو كانوا يعلمون فالحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة سورة طاها السورة مكية عدد آياتها مئة وخمسة وثلاثون آية أسماء السورة المباركة سورة طاها سورة موسى مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة طاها والصحيح أنها من الحروف المقطعة التي لا يعلم تأويلها إلا الله ولكنه سبحانه افتتح بها السور لإعجاز العرب وأن هذا الكتاب من نفس لغتهم وحروفهم سميت هذه السورة أيضا بسورة موسى لذكر نبي الله موسى عليه السلام في السورة بكثرة لم تذكر في غيرها موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة المباركة بتأكيد أن القرآن سعادة لا شقاء ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وختمت بذكر أن من أعرض عن القرآن فإنه يشقى ولا يسعد ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى وذلك تأكيدا على أهمية القرآن وقيمته ومنزلته وأن اتباعه سبب الفلاح المحور الرئيسي للسورة الإسلام سعادة لا شقاء مواضيع السورة المباركة أولا ذكرت السورة قصة موسى عليه السلام وشدة معاناته وما لقاه من صعاب في دعوته من بني إسرائيل وهذا النموذج كرر كثيرا في القرآن لكثرة عبره وفوائده ثانيا ذكرت السورة سعادة سحرة فرعون لما آمنوا وصدقوا ودليل ذلك ثباتهم مع تهديد فرعون لهم وذلك موجود في الآية السبعين إلى الآية الثالثة والسبعين ثالثا ذكرت السورة نموذجا آخر وهو آدم وحواء عليهم السلام وفيه أن من أطاع الله سعد ومن عصاه شقا وذلك موجود في الآية المائة وخمسة عشر إلى الآية المائة وسبعة وعشرين رابعا وختمت السورة المباركة بذكر أهم الأسباب التي يحصل الإنسان بها على الرضا وهو قمة الطمأنينة والسعادة وذلك موجود في الآية المائة والثلاثين ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا من أسباب الرضا العجلة لتنفيذ ما أحب الله وذلك موجود في الآية الرابعة والثمانين ثانيا معصية الرسول صلى الله عليه وسلم سبب للتعرض للفتن وذلك موجود في الآية الخامسة والثمانين إلى الآية السابعة والتسعين ثالثا إقامة الصلاة من أسباب الرزق والسعادة في الدنيا والآخرة وذلك موجود في الآية المائة وثلاثين والآية المائة واثنتين وثلاثين رابعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ثم تلا قوله تعالى وأقم الصلاة لذكري رواه البخاري ومسلم خامسا سمعت عائشة رضي الله عنها أحد الأعراب يقول لجلسائه أي أخ كان في الدنيا أنفع لأخيه قالوا ما ندري قال والله أنا أدري هو موسى حين سأل لأخيه النبوة قالت عائشة فقلت صدق والله رواه ابن أبي حاتم سادسا قال قتادة في قوله تعالى وألقيت عليك محبة مني قال حلاوة في عيني موسى لم ينظر إليه خلق إلا أحبه سورة الأنبياء السورة مكية عدد آياتها مئة واثنتي عشر آية اسم السورة المباركة الأنبياء مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة الأنبياء لذكر عدد كبير من الأنبياء عليهم السلام بتسلسل بديع وبيان أنهم جميعا أمة واحدة موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة المباركة بالتذكير والبلاغ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون وختمت أيضا بالتذكير والبلاغ إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وذلك من رحمة الله بالخلق المحور الرئيسي للسورة إرسال الرسل للناس رحمة من الله بهم مواضيع السورة المباركة أولا تنبيه الناس من غفلتهم واقتراب الساعة وذلك في الآية الأولى والآية الثانية ثانيا تنبيه الكفار إلى ما أصاب المكذبين والمستهزئين قبلهم وذلك في الآية الثانية عشرة إلى الآية الخامسة عشرة والآية التاسعة والثلاثين والآية الحادية والأربعين ثالثا استعراض أمة النبيين عليهم السلام وأنها أمة واحدة وذلك في الآية الثامنة والأربعين إلى الآية الثانية والتسعين رابعا عرض النهاية والمصير في حشد من مشاهد يوم القيامة وذلك في الآية السابعة والتسعين إلى الآية المائة وأربعة خامسا عرض دلائل قدرة الله في كونه للتأكيد على وحدانيته سبحانه وألوهيته وذلك في الآية الثلاثين إلى الآية الثالثة والثلاثين ثوائد ولطائف حول الصورة المباركة أولا الإبتلاء من الله للناس يكون بالخير ليرى شكرهم ويكون بالشر ليرى صبرهم وثباتهم وذلك موجود في الآية الخامسة والثلاثين ثانيا سبق القرآن الكريم بتبيين نشأة الكون دليل على أنه وحي من عند الله وذلك موجود في الآية الثلاثين وقد ثبتت ظاهرة الانفجار العظيم في العصر الحديث ثالثا أطالت الصورة المباركة ذكر إبراهيم عليه السلام لكونه أبى الأنبياء وسبب ذلك أن جعل الله من نسله عددا كبيرا من الأنبياء رابعا السر الأعظم وراء إجابة الله تعالى لدعاء أنبيائه عليه السلام هو المسارعة في الخيرات والدعاء خوفا وطمعا والخشوع لله وذلك موجود في الآية التسعين خامسا الإيمان بالله تعالى شرط في قبول الأعمال وذلك موجود في الآية الرابعة والتسعين سادسا كل نبي بعث إلى قومه خاصة أما النبي صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للناس كلهم إنسهم وجنهم وذلك موجود في الآية المائة وسبعة سابعا قال القرطبي رحمه الله لم يختلف العلماء أن العامة عليها تقليد علمائها وأنهم المراد بقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وأجمعوا أن الأعمى يجب أن يقلد غيره ممن يثق به إذا أشكلت عليه القبلة فكذلك من لا علم له بمراد الله يجب عليه تقليد عالم ثقة وقد قال محمد بن سيرين رحمه الله انظروا عمن تأخذون دينكم فإن الأمر دين سورة الحج السورة مكية إلا خمس آيات الآية التاسعة والآية الثالثة والعشرون وآياتها ثمانية وسبعون آية اسم السورة المباركة الحج مناسبة التسمية لذكر مناسك الحج فيها ومشاعره موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة المباركة بالأمر بالتقوى يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم وختمت بتوضيح معالم التقوى وهي الصلاة والزكاة والمجاهدة وفعل الخير والاعتصام بالله وجاهدوا في الله حق جهاده هو جتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير وذلك لأن تقوى الله هي أساس بناء الأمة القوي وأساس فلاحها وسعادتها المحور الرئيسي للسورة دور الحج في بناء الأمة مواضيع السورة المباركة أولا الأمر بتقوى الله عز وجل ثم أصناف الناس لتلقي هذا الأمر ثم بيان الجزاء وذلك في الآية الأولى إلى الآية الرابعة والعشرين ثانيا عرض الأدلة العقلية التي تؤكد وجود الخالق وأنه يحيي الموتى وأنه يبعث من في القبور وأن الساعة آتية لا شك فيها وتؤكد أيضا قدرة الله على كل شيء وذلك موجود في الآية الخامسة ثالثا عرض قصة بناء البيت الحرام ودعوة الله تعالى العباد للحج إليه رابعا عرض لأحكام الحج ومنافعه وآدابه وما وراءها من تحريك مشاعر التقوى في القلوب وهو الهدف المقصود خامسا الإذن بالقتال لحماية الشعائر والعبادات من عدوان الأعداء سادسا عرض نماذج من تكذيب المكذبين ومصارعهم سابعا عرض لأنواع القلوب القلب المريض والقلب القاسي والمخبت ثامنا بيان تردد الكافرين والشك الذي لا يفارقهم تاسعا فضل الهجرة في سبيل الله لنصرة دينه وهي رزق في الدنيا ورزق في الآخرة عاشرا إقامة الحجة على الكافرين بضرب الأمثلة فوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا الكون كله يسجد لله تعالى ولكن الله خص الشمس والقمر والنجوم والدواب لأنها عبدت من دون الله فبين أنها مخلوقة مربوبة مسخرة تسجد لخالقها وذلك في الآية الثامنة عشرة ثانيا قدم الله تعالى رجالا أي الذين يحجون مشيا على الأرجل على الذين يحجون ركبانا على الدواب وعلى كل ضامر جبرا لخواطرهم وحتى لا تزدريهم نفوس ركبان لبيان أن الحج يشملهم جميعا فيتواضع ويخضع لله سبحانه وذلك موجود في الآية السابعة والعشرين ثالثا أولى الناس بنصر الله هم المؤمنون الصادقون الذين أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وذلك موجود في الآية الأربعين والآية الحادية والأربعين رابعا ضرب الله تعالى المثل بالذباب لبيان بطلان الشرك وتجهيل أهله وتقبيح عقولهم وخص الذباب لمهانته وضعفه واستقذاره وكثرته وذلك موجود في الآية الثالثة والسبعين خامسا من عجائب هذه الصورة المباركة والتي تبرز دور الحج في ترسيخ التقوى في القلوب أن فيها آيات نزلت بالمدينة وآيات نزلت بمكة كذلك فيها آيات نزلت ليلا وآيات نزلت نهارا كذلك فيها آيات نزلت في الحضر وآيات نزلت في السفر كذلك فيها سجدتان كذلك هي الصورة الوحيدة التي سميت باسم ركن من أركان الإسلام سادسا الحج يذكرنا بيوم القيامة الناس يتجهون لمكان واحد بلباس واحد في حر الشمس سابعا الحج يذكرنا بالبعث وهو قيام الناس لصلاة الفجر عند سماع المؤذن بعدما كانوا تعبين مرهقين نائمين من بعد وقوفهم بعرفة ثامنا الحج يذكرنا بالجهاد وهو التزام الناس بأوقات المشاعر وأماكنها والذهاب والإياب والمبيت والنفر لذلك جاءت آيات الجهاد بعد آيات الحج تاسعا وأخيرا الحج يذكرنا بالعبودية في أول الصورة وآخرها وذلك موجود في الآية الثامنة عشر والآية السابعة والسبعين سورة المؤمنون السورة مكية آياتها مئة وثمانية عشر آية اسم السورة المباركة سورة المؤمنون وسورة قد أفلح مناسبة التسمية سميت السورة بسورة المؤمنون لأنها ذكرت صفات المؤمنين وجزاءهم وسميت بقد أفلح لأن الله افتتح السورة بها موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة المباركة بقد أفلح المؤمنون وختمت السورة ب إنه لا يفلح الكافرون وأيضا بدأت السورة ب ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وختمت ب أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وذلك لبيان الحكمة من خلق الإنسان وأنه لا فلاح له إلا بالإيمان والتحلي بصفاته المحور الرئيسي للسورة المقارنة بين صفات المؤمنين ومصير الكافرين مواضيع السورة المباركة أولا ذكر صفات المؤمنين وذلك في الآية الأولى إلى الآية التاسعة ثانيا ذكر جزاء المؤمنين وذلك في الآية العاشرة والآية الحادية عشرة ثالثا عرض تاريخ المؤمنين عبر الأجيال وذلك في الآية الثالثة والعشرين إلى الآية الخمسين رابعا ذكر صفات إضافية للمؤمنين وذلك في الآية السابعة والخمسين إلى الحادية والستين خامسا إقامة الحجة على الكافرين بالأدلة العقلية وذلك في الآية الثامنة والسبعين إلى الآية الحادية والتسعين سادسا مصير المؤمنين ومصير الكافرين وذلك في الآية التاسعة والتسعين والآية المائة وإحدى عشر سابعا الدعاء بالمغفرة والرحمة دليل الافتقار إلى الله وهي من أعظم صفات المؤمنين وذلك موجود في الآية المائة والثمانية عشر ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا لم يرد ذكر الفردوس في القرآن إلا في موضعين سورة الكهف وسورة المؤمنون والموضعان يقترنان بعلو الهمة في العبادة والتضحية وخدمة الدين والثبات كما هو واضح في قصة أصحاب الكهف وفي صفات المؤمنين المذكورة في هذه السورة ثانيا ينبغي للعبد أن يحاسب نفسه دائما وينظر في أعماله وفيما أنعم الله عليه خشية أن تكون استدراجا من الله وذلك في الآية الخامسة والخمسين والسادسة والخمسين ثالثا من علامات سلامة القلب وإخلاص العمل أن يبقى العبد وجلا خائفا ألا يتقبل الله منه وذلك موجود في الآية الستين وسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقالت يا رسول الله أهم الذين يذنبون وهم مشفقون فقال لا بل هم الذين يصلون وهم مشفقون ويصومون وهم مشفقون ويتصدقون وهم مشفقون ألا يتقبل منهم رواه الترمذي وهو في السلسلة الصحيحة رابعا كان الربيع بن خثيم أحد أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه قد حفر في داره قبرا فكان إذا وجد في قلبه قساوة دخل فيه فاتجع ومكث ساعة ثم قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت ثم يقول يا ربيع قد أرجعت فاعمل الآن قبل أن لا ترجع سورة النور السورة مدنية آياتها أربعة وستون آية اسم السورة المباركة النور مناسبة التسمية لأنها ذكرت قوانين النور الإلهي فيما يتعلق بالقيم والتعامل والأخلاق مما جاء في فضلها أنها ذكرت براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها موافقة أول السورة لآخرها بدأت بذكر عقوبة من خالف أمر الله في تحريم الزنا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين وختمت بذكر عقوبة من خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عامة لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم وذلك لأن مخالفة النور الإلهي وهو الوحي قرآن وسنة تصيب صاحبها بالبلايا والعقوبات في الدنيا والآخرة المحور الرئيسي للسورة الستر والعفاف مواضيع السورة المباركة أولا تجريم الزنا وقذف المحصنات لخطورة ذلك على المجتمع ثانيا تبرئة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من الإفك والزور ثالثا وسائل وقاية المجتمع من الفاحشة وهي كالتالي التحذير من إشاعة الفاحشة وذلك موجود في الآية التاسعة عشرة ثانيا الأمر بغض البصر للرجال والنساء وذلك موجود في الآية الثلاثين والحادية والثلاثين ثالثا النهي عن إبداء الزينة إلا للمحارم وذلك موجود في الآية الحادية والثلاثين رابعا الحث على نكاح الفتيان والفتيات ولو كانوا فقراء وذلك موجود في الآية الثانية والثلاثين خامسا بيان آداب الاستئذان وذلك موجود في الآية الثامنة والخمسين إلى الآية التاسعة والخمسين سادسا التحذير من خطوات الشيطان وذلك موجود في الآية الحادية والعشرين رابعا صلاح المجتمع يبدأ من بيوت الله العبادة ورأس العبادة الصلاة وذلك موجود في الآية السادسة والثلاثين إلى الآية السابعة والثلاثين خامسا بيان آداب الضيافة وذلك موجود في الآية الحادية والستين سادسا بيان أسباب الاستخلاف والتمكين في الأرض وذلك موجود في الآية الخامسة والخمسين إلى الآية السادسة والخمسين ثوائد ولطائف حول السورة المباركة أولا جاءت آية الله نور السماوات والأرض بعد آيات غض البصر للدلالة على أن من غض بصره نور الله قلبه وبصيرته ثانيا فرض الله تعالى أربع واجبات على المجتمع إذا ظهرت شائعة تخص الأعراض أولا حسن الظن بإخواننا ثانيا التكذيب المباشر الصريح ثالثا المطالبة بالدليل رابعا عدم العجلة في الكلام فيها وذلك موجود في الآية الثانية عشرة إلى الآية الخامسة عشرة ثالثا حفظ الفروج بحفظ الجوارح وقد نصت الصورة المباركة على تسع جوارح البصر، السمع، اللسان، الأيدي، الرجل، الرأس، النحر، الصدر، القلب رابعا تقرير قاعدة الجزاء من جنس العمل وذلك موجود في الآية الثانية والعشرين سورة الفرقان السورة مكية آياتها سبعة وسبعون آية اسم السورة المباركة الفرقان مناسبة التسمية لأن السورة افتتحت بذكر الفرقان وهو كتاب الله وأنه أنزل للتفريق بين الحق والباطل موافقة أول السورة لآخرها بدأت السورة الكريمة بذكر المشركين واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا وختمت بذكر المتقين وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما وذلك لبيان الفرق في أوصافهم ومصير كل منهم المحور الرئيسي للسورة أن القرآن فرقان بين الحق والباطل مواضيع السورة المباركة أولا إثبات أن القرآن حق منزل على النبي صلى الله عليه وسلم بالحق ودلائل صدق النبي صلى الله عليه وسلم ثانيا إثبات البعث والجزاء وتبشير المؤمنين بالجنة وإنذار الكافرين بالنار ثالثا إثبات وحدانية الله تعالى وتفرده بالخلق وتنزيهه سبحانه بالأدلة العقلية رابعا التنويه بصفات المؤمنين لطائف وفوائد حول السورة المباركة أولا جاءت لفظة تبارك في بداية كل دعامة من دعامات الصورة نزول الفرقان بالحق بشارة المؤمنين بالجنة والكافرين بالنار إثبات وحدانية الله تعالى ثانيا القرآن الكريم سبب لكل خير لمن أراد الخير من أراد الثبات فعليه بالقرآن الآية الثانية والثلاثون من أراد تفسير الأمور وبيان حقيقتها فعليه بالقرآن الآية الثالثة والثلاثون من أراد التذكرة والموعظة فعليه بالقرآن الآية الخمسون من أراد الجهاد فعليه بالقرآن الآية الثانية والخمسون من أراد الدعوة وإنذار الناس فعليه بالقرآن الآية الأولى ثالثا قال تعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اختلف العلماء في معنى تبديل السيئات إلى حسنات على قولين الأول يبدل الله تعالى أعمالهم السيئة قبل التوبة إلى أعمال صالحة بعد التوبة ثانيها يبدل الشرك إلى إخلاص ثالثها يبدل الفجور إلى عفة وإحصان رابعها يبدل عبادة الأوثان إلى عبادة الله الأحد الثاني يبدل الله تعالى السيئات في الصحائف إلى حسنات تبديلا حقيقيا ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أقوام لو أكثر من السيئات قال بما يا رسول الله قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات رواه الحاكم وصححه الألباني ويشهد له قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتمنين أقوام لو أكثر من السيئات قال بما يا رسول الله قال الذين بدل الله سيئاتهم حسنات رواه الحاكم وصححه الألباني رابعا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا أي أن الدنيا دار بلاء وامتحان فأراد الله سبحانه أن يجعل بعض العبيد فتنة لبعض على العموم في جميع الناس فالصحيح فتنة للمريض والغني فتنة للفقير والفقير الصابر فتنة للغني والحليم فتنة لسريع الغضب والقوي فتنة للضعيف والبصير فتنة للأعمى وصاحب العيال فتنة للعقيم وهكذا وأنشد بعضهم صغير يطلب الكبرة وشيخ ود لو صغرة ورب المال في تعب وفي تعب من افتقر وذو الأولاد مهموم وطالبهم قد انفطر ومن فقد الجمال شكا وقد يشك الذي بهرا فهل حاروا مع الأقدار أم هم حيروا القدر سورة الشعراء السورة مكية عدد آياتها مئتين وسبعة وعشرون آية أسماء السورة المباركة الشعراء والظلة والجامعة مناسبة التسمية سميت هذه السورة بسورة الشعراء لأن الشعراء في عصر النبوة من أهم وسائل التأثير على الناس كالإعلام في يومنا هذا وسميت بالظلة لقوله تعالى فأخذهم عذاب يوم الظلة وسميت بالجامعة لعلها أول سورة جمع الذكر الرسلي أصحاب الشرائع المعلومة إلى الرسالة المحمدية موافقة أول السورة لآخرها بدأت بقوله تعالى تلك آيات الكتاب المبين بدأت بذكر القرآن وختمت بقوله تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين وختمت بذكر القرآن وبدأت بقوله تعالى إن شأن نزل عليهم من السماء آية بدأت بالوعيد للظالمين وختمت بقوله تعالى وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ختمت بالوعيد للظالمين وذلك لأن القرآن الكريم هو الحق وما سواه باطل حق في أخباره حق في دعوته حق في وصفه حق في أمثاله حق في آياته كلها لأنه من الحق سبحانه أما الشعراء فيغلب على أكثرهم الغواية والظلم فيستخدموا هذه الموهبة في غير الحق المحور الرئيسي للسورة خطورة وسائل الإعلام مواضيع السورة المباركة أولا استعراض الصعوبات التي واجهت الأنبياء عليهم السلام الأقوى ثم الأدنى فالأدنى موسى عليه السلام حيث واجه أطغى أهل الأرض وهو فرعون وقد ادعى الألوهية وأتى بألوان العذاب الشديد الذي لم يسبق إليه أحد فلم يكن من رسل الله عليه السلام أخوف من موسى وذلك موجود في الآية الثانية عشرة ولم يكن منهم من يضيق صدره ولا ينطلق لسانه مثل موسى وذلك موجود في الآية الثالثة عشرة ولم يكن منهم من له ذنب على قوم يدعوهم إلا موسى وذلك موجود في الآية الرابعة عشرة وكلفه الله تعالى بمهمة صعبة جدا يأخذ بني إسرائيل من فرعون وذلك موجود في الآية الخامسة عشرة والسادسة عشرة والسابعة عشرة وهدد فرعون موسى بالسجن وذلك في الآية التاسعة والعشرين واستعان فرعون على موسى بالسحرة وذلك في الآية السابعة والثلاثين والثانية والأربعين واستعان بالحرب الإعلامية وذلك في الآية الثالثة والخمسين والسادسة والخمسين وختاما قرر فرعون قتل موسى ومن معه وذلك في الآية الستين والآية الحادية والستين ثم نوح عليه السلام حيث هدده قومه بالرجم وذلك في الآية المائة وستة عشر ثم هود عليه السلام وتحدي قومه لقدرة الله والكفر به وذلك في الآية المائة وستة وثلاثين والآية المائة وثمانية وثلاثين ثم صالح عليه السلام حيث اعتدى قومه على ناقة الله وذلك في الآية المائة وسبعة وخمسين ثم لوط عليه السلام حيث اعتدى قومه بالفاحشة التي لم يسبقهم إليها أحد من العالمين وذلك في الآية المائة وخمسة وستين والمائة وستة وستين ثم شعيب عليه السلام حيث اعتدى قومه في الكيل والميزان وذلك في الآية المائة وواحد وثمانين والآية المائة وثلاثة وثمانين ثانيا استعراض التسهيل والتيسيرات التي اختص الله عز وجل بها نبيه صلى الله عليه وسلم وذلك في الآية المائة واثنتين وتسعين والآية مائتين واثنى عشر ثالثا استعراض المهام والتكاليف التي امر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم وذلك في الآية المائتين وثلاثة عشر والآية المائتين وعشرين